اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسان كانت من بلد جنبهم في مركز دي كيرنس البنت الكبيرة في أسرة متعلمة أصرت أنها تكمل تعلمها حتى أن والدها خلاها تروح مدرسة في المنصورة وتعيش لوحدها عشان تاخد شهادة الثقافة قوعة تفتكروا أن دا كان عادي احنا بنتكلم عن أواخر التلاتينات في القرن اللي فات يعني المتعلمين كانت نسبتهم قليلة جدا توفيق بقى كان نورت البلد كلها مهندس قد الدنيا والولد الوحيد واستخواته البنات لكن والده تجوز تاني ومرت أبوه كانت أسية عليه ورغم أنه مفروض يكون سند أبوه عكازه إلا أن مرتبوه مدتلوش فرصة هو كمان ساب الكفر ورحل منصورة وهناك عاش على الحلوة والمرة مع إحسان كمل تعليمه واشتغل وربنا كرمهم برمزي وسامي ومتحد ومحمد وبطلنا وآخر العنقود منال بعد ما تخرج توفيق ما حبش يشتغل موظف ففتح في المنصورة معرض يبيع فيه الراديوهات ومكان الخياطة وفي الخفى كان أبوه بيساعده عشان يتجنب المشاكل مع امراته حتى لما أبوه مات باع ورسه هو ملوش في واجع الدماغ وكان واخد سكته بعيد عنها خالص توفيق كان مرتبط قوي بهولاده كان الطرف الحنين في البيت عشان كده لما رمزي دخل الجامعة في القاهرة وصقت مرة واثنين خد القرار الحاسم لازم يكون جنبه ويدعمه ونقل الأسرة كلها معاه للقاهرة كان بيقول لولاده أنتم زرعتي وأهم مشروع في حياتي وفعلا لما ركز مع رمزي بقى الأول على كليته لغاية ما تخرج قلت لكم أن توفيق كان الطرف الحنين طيب وإحسان إحسان دي كانت حكاية لوحدها كانت كبيرة إخوتها وليها كلمة فعلتها والزمن والتجربة علموها الشدة أحيانا شدة ما بتتعرضش مع الحكمة والحنية حتى إنها لما لقيت إن إخوتها بيتخنقوا على ورثة بوهم اتنازلت ليهم عن حقها ومع ولادها علمتهم النظام الشديد كانوا يخافوا منها وكانت مركزة في كل التفاصيل كانت بتحب الإراية وغارست الحب ده في ولادها وكانت زي أمهات زمان طول الوقت فيه شغل وطول الوقت بتعمل أكل وبيتها عامر بالخير فمرة بطلنا رجع البيت معي زميلي في الفصل ضربني يا ماما سألته إحسان زميلك ده أدك ولا أكبر منك قال لها أدي قالت له لو ما ضربتوش بكرة أنا اللي حضربك بس ده قوي جدا يا ماما ده بيكسر الدكة براسه لو ما ضربتوش أنا اللي حضربك بطلنا راح لمدرسة تانيوم وضربه فعلا ومن يوم هتعلم إن قلبه لازم يكون جامد وياخد حقه إيده سامي بقى كان أشهر شاب في شبرة يعرف كل الناس ليه كلمة تخيلوا إن مرة واحد منهم ساعة تتسرقت في الأوتوبيس فسأل أنه أوتوبيس والساعة كام وقدر يرجع الساعة في نفس اليوم كان ليه كلمة في الحي كله وكان موهوب في التمثيل وبدأ يدخل مجل احتراف وشد معاه إخواته واحد ورد تاني وإن كان في مجلات مختلفة بطلنا بقى كان بيحب الكورة وموهوب فيها حتى إنه لعب لفريق الزمالك بس لما كبر شاف إن درسته أهم وقتها ما كانتش الكورة بتأكل عيش فسبها لما دخل الجامعة أصله جاب في السنوية العامة خمسين في المية بالزبط ومجموعه ده دخلوا فين دخلوا كلية أداب جامعة القايرة فرع الخرطوم وقتها حصلت أصعب حاجة ممكن تعدي على الأسرة إحسان واللي كانت فرحانة قوي بنجاح بطلنا رغم تواضع مجموعه راحت تحضر ماتش للأهلي في الاستاد أصل إحسان كانت زي ابنها الكبير رمزي بتشجع الأهلي بحماس رغم النجوزها وباقي عيالها كانوا زمال كوية بتعصوا وهي في الاستاد الأهلي جاب جول فرحة إحسان بس واضح إنها فرحة زيادة عن اللزوم فجالها جلطة وعلى بال ما نقلوها للبيت ماتت تاني يوم كانت أيام صعبة قوي أخت توفيق جت قاعدت معاهم شوية وبعدين منال اتحملت إدارة البيت إحسان كانت معلمها كل حاجة رغم سنها الصغير وقتها واللي كان 15 سنة بس إلا إنها كان يعتمد عليها شالت أبوها وإخوتها والبيت كمل في سلام بطل ما كان زكي والتجارة بتجري في دمه راح الخرطوم واختار قسم الفلسفة والمنطق وهو مسافر والده عرفه بصديق لي هناك وقال له لو احتاجت أي حاجة خد منه صاحبنا راح وفهم الوضع ولإن التجارة بتجري في دمه ووقتها كانت حرب أكتوبر وفي بضايا نقصة في القاهرة بطلنا اشترم الخرطوم وباع في القاهرة وعمل مكسب حل أكتر حاجة كانت مفرحة إنه ما خلاش والده يتحمل أي مصاريف بالعكس خلاه يكسب كمان وبعد سنة واحدة قدر ينقل للجامعة فرع القاهرة توفيقه اللي رجع يشتغل في التجارة من تاني كان أول من استورد التلفزيونات من كوريا قال لولاده اللي حيبيع تلفزيون حديله جنيه بطلنا وبالصدفة وهو بيحكي مع زملته عرف إن باباه عاوز يشتري تلفزيونات وصلوا بابوه وقدروا يوقعوا صفقة 14 ألف جهاز بطلنا بقى غني واشترى عربية زيره وبدأ كمان يفكر يعمل بيزنس خاص به ففتح هو كمان معرض لكن ما كملش كتير نرجع لسامي واللي سنة 83 قرر يفتح شركة انتاج سينمائي وبتدوا اخواته يشتغلوا معاه ووحدة وحدة كمان بطلنا اشتغل وبقى شريك في الشركة والدنيا مشيت وفتح شركة وراء التانية بس ما كانش مهتمة أبدا الناس تعرفوا فضل كده لغاية ما فيهم جالوا ابنه وقال له إنه لما بيقول لزميله إنه ابن واحد من الإخوات المنتدين بيقولوا له انت كداب إحنا مش بنشوف صورة باباك في الجرايد يومها بدأ يهتم بالأعلام بدأ الناس يعرفوا العقل الفنان اللي وراء الأعمال النجحة في السينما والتلفزيون الشخص اللي كان السبب في ظهور أجيال من النجوم في التمثيل والتأليف والإخراج وأصغر واحد في جروب من الإخوات المبدعين العدل جروب المنتج جمال العدل حاجة لطيفة جدا 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 كنت حطاعية آه آه ذكرياتنا يعني العمر كله سبحان الله الناس دايما اللي شخصيتها قوية بتبقى من جوه ضعيفة قوي وحساسة قوي وإحناينا قوي متشكر جدا ربنا أخليك أولا قدمة جميلة جدا 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 وأسعدتني جدا آه قلب والدتك من فرحته بجول الأهلي آه ما تحملش ده سبب كرهك لنادي الأهلي ده خالص 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 أولا ما بكراش نادي الأهلي بس بحب الزمالك جدا 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 بتنفر من نادي الأهلي لا 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 أنا بكر عدم العدالة بشكل عام في الدنيا يعني أنا يعني بحب أول عدالة إنما غير كده لأنا لالي فريق مصري عادمة طيب كل انتمائي أنا شفت بعيني محدش أهلي أما أنا بحكي لك أنا كمان الخناء اللي من شوية من الزمالكين لا لا مش خناءة بس لا بس مش درجة لا لا يا سيدي نفورك من نادي الأهلي مش هقول كرهك لنادي الأهلي أنا استغربته يعني قلت لو أنا يعني والدتي بعد الشر من فرحتها بجول ومن حبها لنادي الأهلي يحصل لها حاجة ده أنا أعتقد أنه أنا حبقى وفية لذكراها أو يحبقى أهلوية بامتياز لا أنا أعتقد أنها كانت وفية أكتر لرمز ابنها الكبير أكتر منه الأهلي يعني هو ابنها الكبير بيحب الأهلي فتحب الأهلي عشانه الفرق بقى أنها بتدت تتعلم يعني هي الكورة من محمد لطيف وابتدت تقرأ وتشوف وتثقى في نفسها أهلي عظيم فتفن في الكورة يعني يعني أصلت من الأول مشجعة عشان ابنها فقت مشجعة لو هي بتفن ده واضح طالما أنها انفعلت وحصل معها جلدة احكيلي يوم وفاة الوالدة اليوم ده كان كنت أنت تقريبا عندك 18 سنة 17 وحاجة 17 وكان جاء تنسيقك أنك أنت حتروح تدرس في جامعة الخيارة فقرة الخرطوم بالزبط وكنت موجود في مصر كنت لسه ما سفرتش لا لا حصل إيه يوميها؟ هو أديك الرجل اللطيف وظريف ولين يعني متحضره أن يأخذ مراته الأهلوية يؤديها أستاذ كورة تتفرج على ماتش كورة وده سنة كام؟ سنة 74 يعني حاجة بسرعة لطيفة منه ومنها يعني فهو رأى عادي معها الماتش بيؤديها مثلا كل فترة كده لأستاذ مرة وكان بيأخدنا احنا على طول طول الوقت ماتشات الزمالك وندم يعني أنه خدها لا لا فشر لا ندم أنه خدها بعد أنه خدها بعد فشر على طول كده لا إيه زمالك أنا هحكيلك الوالدة بعدين هحكيلك عليها نومتها فأول مرة احنا اتفاجئنا بالليل بعد ماتش الماتشات الزمان كان من ثلاثة لخمسة فاتفاجئنا على الستة سبعة بالليل أن فيه حدث جلال في البيض وأنه ماما موقعت عوج وبتتكلم بصعوبة جدا في وضع ده الستة اللي يعني كلها حياتها يعني المهابة دي يعني كسرت كسرة كده غريبة جدا فتعنا أول مجمدة كاترة وعلقوا محليل وشعرف ايه دخلت في الكومة تاني من الصباح الماتش في البيت كل ده وده كانت أول حدثة موت أنا أحضرها يعني أول مرة حس ان فيها يعني كان وقت عايش معنا ومات نسمع ده مات ده مات لما ده كان أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش أي حد ماما لا لا ده يعني عماد الأسرة آخر كلام حصل بينك وبينها فاكروا يعني وقف الفترة دي بالذات من عمري كان دهما تطلب مننا طلبات وانا مرضشنة ومتحت فاتزع عقلينا فتعامل لها ومنما هي طول الوقت كانت قريبة جدا مننا بس الشجر التحديدا بظلطة كنا منتكلم في إيه إنما هي كانت ستة لطيفة ومذكرانة واحد واحد من غير يعني اللي مذكراك أكتر نصيحة كانت بتكررها لك كانت شايفة إنك محتاجها هي إيه؟ يعني أعتقد إنها طول الوقت كانت بتحسنا كلنا إن إحنا نبقى شخصيات قوية وإن إحنا يعني يعني الإيمتك في نفسك مش إيمتك لا في هدوم ولا في فلوس إيمتك في روحك وعشان تبقى رجل لقيمة أو شاب لقيمة درورة تبقى بتقرأ بتثقف وبتتعلم عشان إيبقى قيمتك جوا ذاتك إنت مش قيمتك إن إنت عندك ساعة أو لبس وكذا يعني وحصل الحمد لله أمنى رحت الخرطوم بعد كده أيوة علشان تدرس رحت قدمت الأول صح ورجعت مصر صح وإنت راجع نسيت إنها توفت حصل حصل كنت أول مرة في حدي طبعا نركب طيارة وكانوا بيطلعون الموضيفات في الأفلام ميرفت أمين وزال أمر في ركبت الطيارة مثل أنا شوف ميرفت أمين لقيت ناس عادين جداً وطبعاً قدرت ثلاثة أربعة أيام وأعملت وأنا راجع اشتريت لإخواتي وبابا هدايا زي يعني نجيبها يعني وشفت إن أنا جبت نسيت إن ماما ماتت من باب إن أنا أول مرة أتركوا الأسرة على بعض مما فيهم ماما قاسبت بابا وإخواتي وماما فجبت حاجات وأنا جايب من ضمنها حاجات لماما كان بقى لها قد إيه متوفاة؟ يعني ما كملتش جاز مثلاً أقل من الشهر وكانت فرحانة على فكرة أنا نجهت النجاح ده ومع أني ماتتها كنت جابت ثلاثة أسين كانت فرحانة بي أكتر أتوان أنا يعني خايب جداً يعني وأنا على فكرة عمري بسيط بالمناسبة وعلى فكرة ما كنت شاطر في المدارس بس كنت شاطر جداً في الجامعة لما دخلت الكلية أنا كنت علمي فدخلت أداة بقسم فلسفة ومنطق وعلم نفسي ولوش أي علاقة ولا عمري درسته فاستهواني جداً وعجبني وأنا أعتقد أن أكتر الحاجة فديتني في حياتي في بيزنيسي وشغلي وكل حاجة المنطقة والفلسفة والعلم نفسي الحنية جزء أصيل في شخصية كل أم بس في حنية بتضيع وفي حنية بتفيد والدتك كانت شخصيتها قوية أقدر أقول إنها كانت شديدة صارمة حنيتها كانت مدروسة اللي أنت قلتيه ده بالظبط يعني يا دماء خفيف ونعذر بس لو نبرت صوتها تغيرت تفهم على طول إن فيه دولة وضع جد ومفيش هزار بقى تثبت مكانة تفتكر لها موقف حنيتها اللي مش مدروسة مش بقى المدروسة ظهرت فيه تجاهك معه بس يعني طبعا عندي بس أنا بس أخدي بالك ده سنة أربعة وسبعين قال لها رحمة ده عمر طويل أوي يعني خمسة واربعين سنة ولا اللي مش واري عبدو ثانية عبدو ثانية الله يرحمها أنت أصغر إخواتك وفيه أختك من بعدك بس أنت أصغر الصبيان كان ليك حتة زيادة في قلبها جداً ومنال أكتر عشان بنت وحيدة كان ليها بقى أنت كبيرة عند أبو يا الله يرحم وحسن إليه عشان أصغر دي ولم أتنا بقى ليها اللي وانا بتجوز قال له لا ده واضح وإن باباك بيحبك يعني عندك حاجة لوحدك معه ما كانش بيظهر عواطفي لا أنا ما حسيتش ما بيعبرش يمكن هو لا بالعكس أنا اللي ما فهمت يعني يعني مجوم ناس غربة من بره لا ده واضح جداً أحبك أكتر من بقيت إخوات وحنيته معانا كلنا أنا مش حاسس بفرق يعني مش حاسس بيجيب لي حاجة ما بجيب لهم إنك أنت مميز لا 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 هو بقى جهاز بيدلعني يقول كلام يعني إنما هو وبرضو على فكرة إلى أن مات الله رحمه وحسن إليه وانت أقرب واحد من أولاده له أنا يعني خليني أقول يمكن في عقلك اللواعي كنت حاسس هلو اللواعي دي آه بمكانتك عند والدك ومكانتك عند والدتك عشان كده من صغرك وانت شايف نفسك والله ما شايف نفسي بس هم أهم أنا وأنا كنا هقول لك ليه؟ لأنك من وانت صغير لما كان يتقالك هات عيش وانت راجع ده كيس عيش وانت جاي تنادي حد من العيال في الشارع كان فيه كيس كان فيه سابة عيش يا سيدي سابة عيش وماله الناس كلها ماشية بالقفص فأنت كنت حضرتك ايه شايف نفسك قوي ما ترداش تمسك القفص تنادي عيل من الولاد يشيله هو مش عيل ده لا معها في المدرسة طيب هو شابني ليه در أنا مالي يقول له تعافوا لأنا قتل ودي در ودي لا وتروح ماشي قدامه ومجرجره هو وراك طيب أنا زنبي مش هو اللي راح جمال بشا من صورة اه أنا فعلا كده والله أنا فعلا كده من هو أنا صغير ما عرفش جايزة هس ان انا بفورد اعمل حاجة اكبر شوية من يا ما عرفش ان انا اللي انت حكيته ده واقع فعلا حصلت ان انا مثلا ما اطلبه مني عيش ولا بتاعه اجيبه فالله مثلا قال من اللي بلعبه معنا كرة في الشارع معنا في المدرسة اخده يا فالله انه بدي لاجه البيت والله حاضر راجل طيب اقول له لأ وتمشيه كأنه الصدق بتاعه لا لا مش عوي جده لا مش همش هو بياب يروى البيت وانا بقى جمال بشا قدام وهو وراية شوية اه والله عندي صح احساس التعالي ده ليه خدته تعالي لا مش تعالي منين؟ معارفش انا ده ولا انا هو مش احساس تعالي كنتوا مرتاحين وانتوا صغيرين يعني كنتوا عايشين في قصر ماديا كنتوا مرتاحين بص احنا طلعنا ونزلنا في حياتي انا ايجي تلات اربع مرة الوالد اصلا ابن راجل عمدة عندهم والعمدة الزمان كان دوريب عنده عطيان وبتاع كتير وهو تاجر فكان دايما اللوم اقولها لاطيفة جدا يقولك الزراعة تسطر وما تغنيش والتجارة تغني وما تسطرش تجارة تغني وما تسطرش لانه هو تضرب مثلا كذا ضربة في حياته اما انه هو كده تجارة كده طبعي 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 والنما اللي كان بسطره ايه انه عنده ارض ببيعه كده يعني بالشكل ده فاحنا يعني نتربينها تربية لطيفة يعني هتبارها مثلا مش اغنية اما يعني فوق الطبع الفوق المتوسطة قرب الاغنية سيبك من التواضع والجدعانة اللي احنا بنشوفها دلوقتي بيني وبينك كده لسه حاسس بنفسك قوي من جوه؟ ما حسش بنفسي ليه يعني انت شافاني فيها ايه زيادة عنها والله ولا حاجة لا انت قلتلي ما حسش بنفسي ليه مش وحس بنفسي ليه شفت بقى انا عصد كل ده عشان قلت لرجل هت ليهش جابه وراي هبقى تأسف لو جبانا ليهش بعد كده لا والله ما كده لا والله انا عمري في حياتي مع السيد ان انا قزد من ايه على فكرة وحتى اولادي ربيتهم على ان انت زيك زي ابن البواب بس ابني احسن قد مش احسن منك برده فانا عمري اكون بقى ربيع اولادة كده وانا بقى اعمل حاجة تانية انا طبعا كلنا زيبع والضرورة تبقى فاهم انا اولادي برده انه مفيش اي فضل ليك غري ان ابوك حسن شامنبو او ظروفه يعني مش احسن وابويا نفس الوقت لا لا بالعكس انا انتش تعلي بس اجايز ما عارفش هاعتبرها او انا هاعتبرها ان انا صغائر والامور دي ما بحبش اعمل حد تاني ما عارفش يعني ما عارفش غير تلفزيونات واجيب المحطة وحد يعمل اه لا دا انت عايش باشا لستا الغيب دلوقت يا حبيبتي يا داليا انما دا البعنى انما انا بحب الحاجة الكبير انا بقى اشيل الحاجة المهمة بتاعنا اعملها امونه انا صغير برده كلمني عن توفيق العدل الله يرحمه والدك الله يرحمه علاقتك بيت عنوانها بايه العنوان العريض ليها انه كان رجل سابق زمانه بمعانا سابق جيله بمعانا انه كان بيأتي بافعال معانا انا ناس ما عاردش اعملها مع ولادي زي ايه زي انه مثلا اه كان رجلا نهينا لينا زو مهابة في نفس الوقت عمره ما سمعت صوته تقريبا عالي عمره ما مد يده على حد فينا من خالف منه ما عملش حاجة باي حد طول عمره رجل مثقف قارق جيد جدا محب للفن وجايز ده سبب ما دخل سامي ورمز الفن هو نفسه وكان لهو اصدقائي كثيرين زي عبد الرحمن الخميسي وويحى شاهين وشف إدريس وحاجة بالشكل ده وعلمنا كلنا الإراية وكنا كجيل ستنات زي أغلب البيوت يعني كان مصرح القومي ومصرح كذا ومصرح كذا ومليون مصرح من دول فتقريبا كنا كل شارع على أقل بالروح مرة أو مرتين مصرح منه وكان جنبنا في حي شبرة طبيعي بجنبنا سينمات كان في حي شبرة يجع عشرين سينما فكل أسبابه ما نقولش السينما فالشكل الثقافي ده اللي تربع عليه جيلنا أنا أعتقد أنه كان مناخ عام وجزء أساسي منه الوالد الله أرحمه ما صفر اللي مخدتهاش منه؟ إنه كان في بيزنسه أطيب منه كذا مرة يحصل له كوارث بسبب أنه ما كتبش ما إدى لحد ثقة زيادة فمخدتهاش منه كان أطيب منك؟ بكتير يا شرير لا أنا مش شرير أنا بحاول أتجنب الغلطات اللي هو عملها عشان عايز أقولك ده أنا حتى بعد وهو خلاص هو كبير أنا كنت بعد أدرس مع نفسي وليه في التوقيت الفلاني وهو حاجة جميع حصل له إيه؟ فبدرس أشوف ليه؟ لنفسي والدك تجوز بعد وفاة والدتك بقدي إيه؟ تقريباً زي مثلاً سنتين ثلاثة وإحنا اللي قلنا له تجوز أنا عندنا كانت منقلة تجوزت ورمزي متجوز ومحمد متجوز وسامي طبعاً متجوز وأنا ومتحت معها وإحنا كنا طول عمرنا ده سلوس متحته جمال وبابا مع بعض من إحنا صغيرين معاه لغاية لما كبرنا بنا معاه وطبعاً وضعت منطقي وطبيعاً حتى بقت منال أخت اللي بدهره على العروسة وده بيدك كده يعني عشان حد يخدمه؟ لا 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 هو راجل جميل حلو اللسان وحلو المعشر وتكلم في أي موضوع وتكلم في أي نوع من أي هو كان جذاب يعني حديثه لطيف فهو عايز ناس لا 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 تخدمه ليه؟ ما كان عنده ناس تخدمه في البيت يعني عندنا دائماً ناس من الأرياف دائماً كده في العائلات ما في ناس أبقى ريبنا من بعيدنا ورب يبقوا معنا في البيت مش حد يخدمه العاك طب كنتوا عايزين يتجوز علشان يعيش ينبسط أه ينبسط ويعيش لأنه طول عمره بسطنا العائلة بتردلو الجميل لا لا عايزه مفسوط لا والله طيب وجود ستة غريبة في البيت وتحديداً كده وانت شايف واحدة بتنام في سرير والدتك كمام وريحة والدتك لسه في البيت ما احنا وفاقوا كنا رجالة كبار كنا بقى بينا عشرين سنة وكذا يعني معناش أطفال يعني وورا بينا كرم وبستة لطيفة جداً اللي ارحمة برضو قاعد متجوزة 35 سنة يعني احنا شفناها أكتر ما انا شخصان شوفت أمي يعني وبستة لطيفة برضو وإن كان الأمر لا يخلو من إحساس برضو قصديم برد أغبوا لانها مستة لطيفة جداً كان عنده جوازة تانية قصيرة قبل جوازته لطوله قد ديما عديتش شهر اه ما تزورش الحقابة لا لا دي شهر دي شهر وكانت ست فنانة جميلة جداً رسامة من اسكنديرية ومن عيلة مهمة وفي اسكنديرية وقد هنما منسجموش يعني يعني حاجة بالمعنى ده فقدوا شهر وما تكملوه اتنين لا عندنا محمد واحدة رنزي واحدة يا رب تفضل واحدة ومتحط واحدة انا بس الاتنين اه دكتور المتحط باردو اه انا وساني هم الوحدين اللي شزوا على القائل ايو لا مش احنا بقى اللي شزين احنا الاتنين لا ما انتو طلعين للوالد ايو يسا بس التاني مرته ماتت يعني تجربة والدك الله يرحمه مع مرات ابوه كانت تجربة اسية جداً جداً الوالد امه كانت عايشة لما بوه تجوز عليها انما الجيل ده من الناس كانوا عادوا بتجوزوا اتنين وثلاثة واربعة وحاجة زي كده فهو كانت دايماً امه موجودة معاه كمصدر حنية ولطفان بروح لها اي حاجة انما لحيلة تلاه انما انا بالنسبة لي لما بابا تجوز الحاجة اللي هرحمه معصن ليها كنا رجالة كبار ويعنا مش متاجين منه هو نفسه حاجة مش منها هي فبالعكس انا كنا ما بنشوفه مبسوط كنت بابقى في منتهى الساعة بس عاشتوا معها فترة في البيت كانت المعاملة شكلها ايه في منتهى الجمال عايزة اقولك ان الوالد برضو الله ارحمه وحسن إليه هو مات سنة 2008 وقبل ما يموت بسنة انا كنا بروح الجمع بتاعه يصلي بقى صلي معاه كل جمعة دايعان لو انا فين بجيله نصلي سوي وهي فوصان انا عليها يعني فوصاني عليها ولا يا سيبت انا وصلت عليك الجمال طبعا كل مرة يقولك اندي بابا انا جاهز انا اموت قابلك فقالت ان اللي رايحه نقول له عني يا بابا ففعلا كل اللي قال لي عليه انا عملته زيادة لغاية لما ايه مات فضلت عايشة بعديه كم سنة؟ ماتت مثلا من اربع خمس سنين والدك اتوفى وما كنتش جانبه لا كنت في امريكا صحيح ازاي عرفت الخبر مين بلغت؟ هو للأسف الشديد انه مات وانا مش جانبه صحيح انما انا فرق التوقيت اخر مكالمة كانت بينه وبينه بالليل انا كنا ستة الصبح هناك كانت هنا ستة بعض الدهب قالك ايه؟ قالك ايه فاخر؟ انا اللي طلبته عشان اقول له ان الزمالك كسب الاهل ثلاثة واحد حتى قبل باهموت الله يرحمه ايه اللي اخدي باهم اخر حاجة عمالها مداخلة لنادي الزمالك بابا كان بصين كان زمال كوي أصير وعادة لما يخبق اولا والد الله يرحمه مات سنه تسعين سنة وصحيحا معافى وذكرة تمام ما شاء الله كله انما كمان اما بتكبر في الدنيا اهتمامات الناس دي بتقل وعلاقاته بتقل واغلب الناس بيموته فبيعقل تمام بابناؤه وشاءت حاجات صغيرة من ضمنها الزمالك يعني انا عندما كنت افتكر والدي في اليوم تمام مرة تكلمه تمام مرة زك يا باش عايز حاجة انت تمام فلما لقيله اي خبر ان شاء الله يكون ايه اولي الزمالك كمان بيبقى مبسوط فقول له بابا لسه يقول انت عارفت من ايه فشيقلت له كلموني من النهاد قاله ثلاثة واحدة كان فرحمه من تسعة اه انت واخد بالك ان والدتك اللي يرحمها توفت كان الاهل الاهل جاء بقول والدك اتوفى كان الزمالك لابس ده الفجر بقى انا لو منك هعتزل الكورة الله يرحمه عسني اللي هو مات يعني مات سين سنة الله يرحمه يا رب مهما مات الصغيرة او الحقيقة نزلت وقتها طبعا هم اختاروا مين يبلغني فدايما بيدبسوا مراتي في القصة دي انها يتبلغني طبعا والحمد لله انا وقافوا كل حاجة قبل ما انا جيت من امريكا قالت لك ايه لما جيت تبلغ هي اصلا جبتوا عبود وعبادة الاثنين اقدرت انجبتوا عندنا سامي وبابا اه جبت تحبه زيادة يعني يعني عياطته مالك في ايه مين مات مين تاع كنا ساعة مثلا زي اتنين بالليل يناكل عاك يعني صحونا منهم عشان يقولون وانزلت الدفت طبعا الوالد حضر تأسيس شركة العدل جروب طبعا شاف لكم نجاح طبعا كتير وهو له دور اصلي اصلا في ان انا هنحاول نعمل عاجات محترمة يعني انا اذكر انه شاف فيلمه مرة كان انتاج سامي سنة تلاتة وتسعين وقال ايه القرف ده يا سلام وماشي ضارب بوز كأن اقلتك لا ماتت يا بابا مالك يا وقال لي ايه القرف اللي شو قلتها يا بابا هو فيلمي مكانش مؤرف هو فيلمي كان قال لي عن المخرج بتاعه وشايف يعني حاجة بين السطور قال لي يعني يا ناس هدق باب الحديد عابق افهموه بعدين السؤالة باقي انه وحش الفيلم وحش فكان مستقى جدا وقال لي ساعتها تطورت اعملو حاجة احفادك ويفخروا بيها مش انتو تفخروا بيها ومن وقتها انت اقول انت مش هتقدم حاجة تفا لا صحيح جلت منك بس انا من السنين هو وارد انها تجلي بس مبقاش متعمد ان انا اعمل حاجة ما تنجحش وان كان ربنا كرمنا اغلب العاجات اللي عملنا بتنجح وتنجح هنجح كويس يعني عندك الجرأة واسمح لي استخدم جملة والدك ايه القرف ده عندك الجرأة تقول لي حاجة قرف قدمتها اه بس مش حاولي الاسم لانها تخص ناس غيري انما انا عملت مسلسل انا شخصان ما شفتوش قريب اه حقول بقى السنف هتعرفوا تجبوه بس يعني لا انا بقول قريب مش عايزة السارة يعني بتاع نجم كبير مات قريب وللأسف الشديد يعني ما طلعش زي ما انا عايز وطلع وحش كمان بس والله ما شفته يا خلاص كنت مدرك وانا بعمله على فكرة كل عاجة بيبقى لها طعم وباينة كنت مدرك وانا بعمله انه مش حاجة حلو بس جاب النجاحات ما شاء الله اللي عملناك كتير دي امشي وبيبقى غصبة عنك لازم تكمل وانت مدرك ومتأكد وانت بتصور انها مش حلوة اه فيه جزء مهم جدا يتعلق بناس كتير فاتحين بيوت واغلب الناس دي بتبقى ده موسم بالنسبة له من اللي عنده قصة كذا واللي عنده عربية اللي بصرف على كذا ده حاجة أساسية وحاولت طبعا مع الراجل الله رحمه واصل لك انا راجل طيب جدا برضو نجم مهم جدا في الدنيا بس هو كان كبر وانا كنت متصور انه يعني ليه كده اسمح لي برضو في السؤال أسر نظر من الشركة لما بيجي ورق وبتعتقد انه هو أكيد انت داخل ومعتقد انه هو حينجح تطرين اقولك على الموضوع لا اولا الموضوع كان لا انا بتكلم بشكل عام بيبقى أسر نظر من الشركة يعني ولا سوء اختيار كاست ولا ايه علشان يقع على الموضوع اولا هو ما أعلناش غير ده خلاص فكر شوية فكر انت يقولي لي لو عندك هاجة يقولي لي وانا اقولك انما هو العمل بشكل عام هو عناصر كتير انت عليك دور ان انت الانتاج نفسه عبارة عن قرارات كبيرة وقرارات صغيرة فقرارات الكبيرة دي عامل السنة دي هادي مين هادي مين هادي مين هابيعه هنا ولا هنا قرارات صغيرة بقى دي حاجات يومية دي يعني فالاغلب العام ان احنا ربنا بوفانا لان احنا عددنا كبير عشان احنا جروب هابي ناقي مواضيع عادة ما تبقى لطيفة وبنحاول نبذل كل الامكانات انها تبقى حاجة علوة انما عمري ما حامل حاجة وانا مدرك انها احتمال تطلع واشا انا بعمل على انها تطلع عسنا حاجة حكيلي عن سامي الله يرحم السلام واضح ان هو كان في توة الحت لا خالص سامي كان محبوب الحت سامي قبل ما يمثل خالص غير في المدرسة كانت كل الناس عندنا في شبرة بتحت أمال ازاي كان هو اللي بيلجأوله عشان يجي لا دي واقع حصلت ان واحدة قريبتنا تسرق منها ساعة فبقى سامي بوضع القهاوة بتاعت شبرة والبتاعة ولوس حاب يلعب مع بعض الكورة فانا ربنا ساهله في انه عارف يجيب البتاعة دي جدا على الحت سامي رجل هو محبوب جدا والاغرب جدا اللي بستغرب له احنا سامي بينه وبينه عشر سنين فرقا فكان هو عائل صغير نكازة عشرين سنة واحنا سبعتشرات لما كنا نذهب اي مكان يقول لك دي الأخوات سامي ما تاخدش منه ما متشارج ده مش في شبرة ده فوص البلد يعني اي حاجة لك حيثية ما كده ان انت اكون سامي ده قبل ما يمثل خالص حبا كده يعني هو كان عنده حاجة عنده كاريزمة كده ناس بتحبه بيها جدا الله يرحمك الراجل طيب قوي حديدا وجدعة جدا لمت نفسك بعد مواجهتك لي او بعد المواجهة اللي حصلت بينك وبينه في كواليس حارة اليهود؟ لا كنت خايف عليه انا كنت خايف عليه لان انا جيت ادخل اللوكيشن اللي قيت اللي على الكلاب اتعيط وناس ضربة بوز ومنها شلبي ايه يا اخوانا في ايه؟ فقال لك الأستي سامي بيقول ان هو حيموت قلت له ايه ما احنا كلنا بنقعد نقول كده وهو فعلا اخر سنة كان اكتر منه تخن وكان ورم شكله ورم كده فهو كان عنده السكر ودخلت عليه القوضة بتاعته لقيته بيأكل في جلون آيس كريم والناس برز على انا هو قاعد يأكل آيس كريم ايوه اتخنيت يا مالتو يا سامي انت بتهزرك يعني حاجة كده انما ده ما يمنعشي ان انا يومية قلت لهنا عايزك مبسوط والتاعة وها وبطيتها ليده بستقصات كل الناس خدت ايه من رقة سامي العادل؟ عرفش ان انا بوزت ايه ده عرفش والله ما اخدش منه عرفش ان اخدت منه ايه انه ما قدرش اعكم على روحي انما انا قدر اقولك ان سامي كان ارق وقلطف الناس غير ما يبدو للبشر دي مفيش اشحم ولا قلطف والأزرف من سامي العادل المظاهر مش دايما صح؟ مصبوط 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 انا ما عرفش ان رقيق اصلا ولا ديش معلومة ايه لا انت رقيق لا والله ما عرفش انما سامي ده حاجة حالة كده لوحده يعني ممكن اعملت اربعة حلقات عليه ونحن قد نتكلم اسعف فراء كان فراء والده سامي فراء سامي سامي كان معي على طول برضو وبنمسك كل سنة سوا وبنتقبل كل يوم وبنك يعني فيه احداث فراء والدتك كان اسهل من فراء سامي لا فراء والدتي ده هز ارجاء البيت كله انما بحزنت طبعا وكل رجاء بسوها سامي مش فكرة مين اغلى ومين يعني يعني حاجة غير متوقعة يعني اذا بتقول اتخطف مني كده معك استيجا لو رجع بيك الزمن لورا ايه الموقف اللي ممكن تمسحه بيها حصل منك بشكل يمكن مش مقصود تجاه سامي لا كتير يا ما اتخنقنا سوا وبقى كنت بايخ كنت بتلا ده مش مرة يعني كتير طعم بعتذر له او يعني بعديه او هو انا بشوف ان في اخر السنين عمر الله ارحمه انا كنت بعتبر هو بقى ابني مسؤول مني شكلا وموضوعا وعايزه بقى مبسوط وعايزه بقى تمام اكيد بنا يعني كاخوات اتخنقت انا معايا معايا تحت معايا ده طبيعي انما مفيش مواقف انا مطربتين جدا على الفكرة كاخوات هما ربونا كده احنا محظوظين بالأب والأم اللي ربونا فانا شك ان انا ممكن اعملت فيه موقف او عمل فيه موقف من ما يسمى بقى ندمان عليه انا ممكن انا بزعلته يعني ده عادي والدك قالك ان الستات انواع الست اللي تاخدك او تشدك لتحت والست اللي ترفعك لقدام صحيح اخترت مرطاتك ازاي؟ اخترت مرطاتي اول مرة غير تاني مرة اول مرة كنت 28 سنة صغنون ونوع ربنا ده صح والعافية كانت 18 سنة فاخترتها ان اما بنتي ناس طيبين وستة مخترمة وكده ويا فعلا كده مسألت الخبرة جدا وفي اختلاف بيننا كبير ده كان الاختيار وما توفقناش فيه مش معنى ان انا بايخ ولا اي بايخ ان احنا لما كان انو خيالي لو ام عايشة كان جازي جوازة دي ما تماملش لان كل الشواهد كان بتقول ان احنا مش شبهة بعض كل الشواهد بتقول انكم مش شبهة بعض ام اللي تجوزتها ام علشان مؤدبة واخوات اصحابي وبوها انا عارفوا يا ناس محترمين انت متخصص في بنات الصحاب ناس محترمين وبيبقى في سننا ده مش هعرفك على بنتي لا لا بنيبقى احنا واحنا صغيرين في السن ده بيبقى دائما ان الوعد عنده هاجس انه عايز واحدة معدبة ومس عارف ايه فكان ده اختيار وهي فعلا كده بس ما مكناش متوافقين يعني من ايامها كان سنة كم؟ كان سنة 86 من التمانينات كان فيه هاجس ان البنت تبقى معدبة طبعا 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 وعايز اقولك ان انا علاقتي بقى دلاتي فيه منتغى اللطف والظرف اللي في الدنيا استمرت كم سنة الجواز؟ شفتلك كذا حوار قبل كده قلت ان سبب الخلاف ما بينكم اختلاف العادات والتقاليد صحيح لانها كانت من اب فلسطيني وام مصرية صحيح ما هي نفس العادات والتقاليد؟ لا لا فيه اختلافات كتير في الطبع وفي الظروف وعنا نفسينا نفسينا يعني انا شخصيا اتغيرت واتطورت وهي كمان فوقتها لأكت الدنيا وماش عاملة كده يبقى الشخصيات اختلفت مش العادات والتقاليد والعادات والتقاليد هم مش معنا في عاجات كتير بدون دخول في التفاصيل انما هي مامتها من عندنا من منصورة انما بابا حتى تريد فيه كلام وألفاظه بتاع لا انا بشوف ان يعني انا شخصيا حتى لو انصح بعد كده الناس هو اتجوز من ما اتجوزش مثلا واحدة من بلد بقى يعني خلينا بعض كده الوطف اكتر احد من ولادك جاء لك يا بابا انا عايز اتجوز واحدة بس مش مصرية من بره مصر لو عايزه بس انا ما احبش انت ضد جواز من مصرية مختالبة اه يعني انا مش حاجبيره عمري وده سبب لو كنت اقول ابو ايها متحدر اكتر مني ان هو كان يعني كان راجل الطف مننا في المنطقة دي انما مش حاجبيره يعني اولادي لا تكبروا يعني ماندو كبير واحمد كبير فما انفعش بس انت شايف ان الجواز من جنسية مختلفة اه بشوفه او تجربتي كده تجربتي مكانش حاجة لطيفة الجوازة التانية من داليا كانت سنة 2001 مزبوط يعني ما شاء الله بقى لكم اكتر من 20 سنة وربنا ادي لكم احلى هديتين صحيح زينة وفريدة ربنا اخل لهم وهي الدي قبل يوم الاثنين اكيد هي الاساس اه والله بجد هي ستة لطيفة جدا وبرضو انا جثت 24 سنة مثلا كانت صغيرة ومتعلمة في امريكا ومعذبة ومحترمة ودخلت ودارست وبقى الدكتورة في الجامعة ومجرد ما خلفنا البنتين دول قاعدتها في البيت ما قاعدتهاش في البيت حاجة للنقطة دي بستقول لي فريدة وزينة بقى عندهم كم ساعة ويوم دولوقتي احداشر سنة تقريبا ما شاء الله عشرين سنة جواز ربنا يا ربي يدمها لآخر العمر وفيه فرق عمر بينك وبينها الدهم وأكتر شوية شوية اه سر نجاح جوازكم ايه بفرق العمر دا أهلا شخصيا نضغت أكتر يعني كسين ده أنت ناضج من يوم ما تجوزتها لا لا برضو لا يعني أصد نضغت أكتر لما تجوزتها بالاختيارات هي كمان ست عشرتها لطيفة جدا يعني قادر أقول لك أنها طول الوقت حريصة جدا أنها إذا أوكل إليها شيء تعمله الأحسن ما يكون سواء بقى في بيتها في أولادها في أولادي في جمعتها في أي عاجل يعني ست عملية وعايزة دائما تبقى يعني قرب البرفكت يعني ما فكرتش وقت لما جيت تتجوزها بأن اختلاف الأجيال بيخلق اختلاف وفرق في العادات والتقاليد اللي أنت ما كانش عاكبك في جواستك الأولى لا ما فكرتش كده لأن أنا قريدي تمام بقى عندي نضغ أكتر في الاختيار وأن أنا بسألة في إيه ونتكلم في إيه وكان من أهم الحاجات غير أن أنا حبيبة أن كان أحمد وماندو كمان بيحبوها جدا وكانوا تقريبا قريبين من عمره يعني لا أحمد كان ست سنين مثلا وماندو مثلا زي 12 سنة 13 سنة اخصى علي بكبرك اخصى علي لا كانوا كده إنما في نفس الوقت كانوا بيحبوها وأن ده جزء شجعني جدا أن هي علاقتهم ببعض علاقة لطيفة وأنا ما كانش عندي كيف خالص أن أنا جواستي تانية تفشل بنت عندها 24 سنة تتجوز رجل ده ليه؟ لا لا بالعكس سيد الرجالة ربنا أحمد أنت هي تنبسط أنها تتجوزك بس بنت عندها 24 سنة مرات أب لطفلين 12 سنة و 6 سنين الولاد تقبلوها إزاي وهي تعملت معهم إزاي ولا كانوا عايشين مع ماماتهم؟ لا 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 هذا جزء مثلا شخصية ماماتهم ست طيبة زيادة عن اللزوم فأنا اشترط أطلعك بس أخد ولادي معي أنا ربيه ألفي وحد الطيب ده يعيني ملوش يعني لا لا بالعكس أنت بصي لها بقى بشكل تاني مين شاب سنه كذا و 30 سنة يأخد ولاده معي ربيه؟ ما أنا سيبه معصر الجبار لا مش جبار لأن أنا حريص أن أطلعهم رجالة كويسين وهي 6 أحسن مني بس هما يعني مش هتعرف تربيهم زي ما أنا متصورة يا عم ليه الراجل دايما فكر نفسه أحسن من الستي لا شي أحسن ما قلت شي أحسن قال يعني حيبو معي أنا أحسن من معامات أنا ما قلت شي أحسن هي كانت أقل خبرة أوي مني وكانش مش هتعرفت أنا دي تقديري يعني أنا تعبت روحي في أن أخد ولاده ربي يوم طبعا على صلة بيها طول الوقت يعني أنا متصور أن أنا بازلت جودي كبير وأنا اللي ربيت ولادي مش حد تاني لأنا قلت حاسن دي اختياري أنا وإذا كانت غلطة بغلطة تانا ومفروض أن أنا أصلح لعمل نيجي لداليا جات لك الجرء أزاي؟ تقول لبنت صاحبك اللي هو كان صاحب سامي الله يرحمه قبلك العيلة الصغيرة اللي انت شفتها أكيد بتكبر قدامك تمام إنك انت معجب بيها بتحبها وعايز تتجوزها بص يعني هي برضو جائز دراستها في أمريكا فترة وعادة سنين في أمريكا مع والدها وخلص الجامعة منها قلتها دا خليها بيبقى عندهم من ثلث دماغة شوية من شبهة دماغة الناس اللي هنا فكاد دوني أبسط فرق في العادات والتقاليد جامل بس والدها كمان كان في أمريكا ويعطيش في مصر فهو كان متطمن عليها معارفنا طبعا وعارف سامي وبتاع وكان متطمن عليها معانا فتمام يعني قلت لها إيه وصف لي المشهد أوصف لك أي مشهد يا منتج الأفلام اللي كلها مشاهد يا بص يا حبيبتها هي الدنيا ما بتبقاش يعني هي حاجة جرادوة اللي بالتدريج يعني مجرد علاقة عادية أن احنا بنخرج بتيك تخرج مع أولادي تجبلهم مش عارف إيه أخدهم معا غديهم كلهم في حتة كانت معاها مرات أبوها مثلا ما أكذا مرة في الثانية مرة في الثالث تنشأ علاقة شكلها دماغة خفيفة ولطيف والقرب أولادي منا ومنهم ومني ابتدت الفكرة يعني تجبر في دماغي لما جيت قلت لها أنا عايزة أتجوزك ولا قلت لها أنا بحبك لا أولا ما أنا فاكر بس يعني أكيد قلت لها أنا بحبك لأن أنا بحبها فعل يا جريء ليه فيها إيه جراءة لا يمكن حقول بحبك إلا إذا كنت أنا حاسس برضو أنها بتهدين آه حسيت يعني لا موفيش راجل بيعمصن 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 وراجل وسيت ليمكن يبقى تغشيم قوي لو عمل حاجة ويعمصن أنها تانية مظبوطة يعني بتغيرة عليها الغيرة البيخة دي لأ أنا متأكدة إنك قاعدتها من الشغلة عشان بتغير عليها بس مش عايز تقول لها أنا بقاعد أقسم بالله العلي العظيم أنا اللي بغير عليه وبغير عليها نجاحة والي بريستيجها أم اللي مش بتحبها ENT لازم تغير عليها أنا بقول cuánt ولحير عليها لكن أنا نجاحة وبريستيجها لأ لازم تغير عليها لأي usar أنا مش بغير غيرت الرجالة والستات اللي هوا مين بصيتلك وقم بصيلك أه بتصبق لها بتقولها كده علشان هي متغيرش عليك من الواثة أنت مصرة تعملها والله العظيم خلالها نجد أوقع بينكم ونجد تقسم لك بالله العليا العظيم أن داليا ست نتجة ومخترمة وجميلة وعارفة تعمل اليوم ما تعملش ما عنديش شك أنا ما اعتبارها يا بنتك كبيرة أنا مردية بتغير عليك بتغير عليك طبعا أنا بغير عليها بس مش الغيرها المخدودة دي بتغير عليك من مين؟ قال لي أن أنا يعني الناس عارفيني شوية وتبقى يعني فرحانة أو أن الناس وأنا لا ممثل ولا أنا مش عجاة بتغير عليك من الجنس الناعما أصلا أعمل يا كده يا رائعي من رجالا أصلا أنت بتقول لي الناس عارفيني شوية أنا ماليو ما للناس بتغير عليك من الوسط ده صحي لا أول مرة جاتت معايا زمان في حديث الصباح والمساء فبقول لي اللي مش عارف مين كده المسألة تسيلي عبلة كامل تقى يا حبيبتي هنا الله يديه الصحة تقى قلت لي حبيبتي قلت لي لا 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 عندنا في الوسط عندنا عادي جدا حبيبي وحبيبي ولا حبيبتي ولا بين أجل حاجة قل لي الحقيقة هي مش عبلة كامل مين لا كده عبلة كامل والله في تصوير الفنانة الكبيرة عبلة كامل يعني من كتر ما هي صورة محترمة عمر مزوجة تغير على جوزها ليه ما جايز متجوزها ما بتقول لي حبيبتك يا مستغربة هي مستغربة اللفظ إحنا عندنا شبه عادي سيبك من اللفظ أنت بتمضي مسلسل أو بتمضي فيلم مع ياسمين صابري ماشي هتغير عليك لا أنا ما اعتقدش لا هقولك بس ليه لأن أنا شغلت زي ياسمين صابري ونيل الكريم ويسرة والليه العلوي وكل الجميلات دول الشغلوا معايا وعمري ما حسيت أن فيه حاجة يعني يعني عارف أن أنا أسرة وعيلة وأنا هب حتى الناس يتصدر لها المعنى ده لأنه حقيقي يعني أنت بلسة بتقول ليه على نيل الكريم مش عارف أنا بحس أن دول كان هم أولادي احنا أسرة بقولك أنك كنت ولي أمرها في فرح وأنا بحس أن هم بنات مش مهم السن فأنا أحب أن الصورة اللي هي الحقيقية دي اللي تصدر للناس أننا أسرة ما أنت يمكن تصدر صورة ما بتبقاش هي الحقيقية لا لا والله لا لا أنا أعزي الناس ما شايفانها كده ماشي داليا زمال كوية ريحة دماغها من العركة والله كانت أهلوية لأبوها الله يرحمها وألبتها والله ما ألبتها لوحدها دي بتحبك قوي ها حبا فيها بتحبك أكتر ولا بتحبها أكتر؟ ما فيش مقياس نقيس بيه بس أنا بحبها جدا وأكيد هي بتحبيني جدا أي علاقة حب فيها يا وان تو أخذ وعاد بعض النظر عن صورة المنتج اللي احنا بنشوفها في الأفلام واللي مش بالضرورة أبدا أنها تكون صح بتجنيني بتجنيني واللي بعملها منتج برضو ايوة بس تقول إيه يعني برضو صورة فيها شيء من الواقعية لربما في بعض الشخصيات مش الكل افتكرت إيه وانا بقول الواقعية عادة المطلعوا عبيد ولمس كربطة السيارة وبيجروا على الممثلات طب طلعوا عبيد ليه واللي عاملت دور ده أصلا منتج برضو فبقى مستعجب يا في منتجين اتجوزوا ممثلات أو فنانات في السر وفي العالم اتجوزت في السر أنا عمري بص يا وفاق أنا أجرأ من أن أعمل أي حاجة وتيبقى مدال عجل ما حباش خالص مش طبيعة شخصيتي صدقيني أو ما صدقينيش أنت حرة بس أنا دي طبيعة كم علاقة يا سيدي عاشتها مع فنانين أو مع فنانة من غير جواز طب هاتي أي قرآن أو أحلفلك عليه أن أنا عمري ما عرفت أي حد منوصة الفن بتاعنا لقبل الجواز ولا جوه الجواز ولا بعد الجواز ولا حب أصلا في المكان اللي بشغل فيه يبقى فيه أنا بطع حتى يعني معروف عني أن أنا كده رجل جاء ده في شغلي حبيت أو حسيت أنك أنت حتحب أنا أبقاش بصص ففرملت نفسك عشان أنت مش عايز لا أنا أصلا في الله مش مش عايز أنا بحس أن على خطي اللي دخلت في بعض تبوز الشغل وأنا بحب الشغل ده زي ولادي بالزبط آه بس الواحد لما بيحب ده إحساس ما يقدرش يعمل له كنترول لا وانت كمان بيكبر فانت ممكن هو لسه بيقولي هادي تقوم إيه ما فرمله لو حصل آه فرملت قبل داليا لا قبل داليا وانت مكررش لو فيه بعد داليا كنت قلت لك بس والله ما حصل أنا دايما طول الوقت متصور أن دي منطقة ما أحبش أبقى فيه لأن يا أنت اللي إحنا أصحاب وجدت بجرة من تأخرج خمس ست ست أقول لا إيه ما أنت كنت معايا ما حبتش فنانة لا والله ما تجوزتش في السر فنانة ما عجبتكش فنانة لا عجبونه كلهم بس يا جاءت ما عجبتكش كنظرة رجل لمرأة رجل لست لا دحكت على حد فيهم أوهمتوا بشيء وانت مش جواك لا يا صديقة العزيزة لا أنا مش الشخص ده والله التهمة لا بسك لا بسك لا والله العزيز اسألي بقى علي اسألها لا 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 خالص خالص أنا بأجي شغلي وأول وقت بيجي التصوير وتقريباً آخر وقت بيبش طيب لو ما عدتش بعمل كده اللي قاتي عندما كبرتش رجل في السن يعني لما طال عمر بأجي شغلي أول واحد وامشي آخر واحد ألقت بكل الناس في منطقة اللطف والظرف أي حد مضيقني ومعلم كل الشباب اللي معاهم في الشركة أولادي والناس خلص خلوا بقى ده فلان ما تعملوش مع مشاكل وما يبقاش مش شغلش ما أحبش أعمل دهوش أحوالي أنا حاجة بعمل حلم البنات إنهم يتشهروا حلمهم يقفوا قدام كاميرا والمنتج الصيدة اللي بتحلم بيها أي بنت صحيح خليني أقول ممكن يبقى طريقها تمام 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 كده طريقها عمل كده كم واحدة كتير مواقف إغراء بقى تعرضت لها كتير كتير بس أنا ولعلمك ده نفسه بحد ذاته شيء ما يرضينيش نفسيا كراجل إنه قاعد بيحبك بقاعدة نفسها تصعبك لمجرد إنها عايزة منك حاجة مش بتحبك عشان أنت أصمر ولا طويل ولا أسر ولا دمك حفيف حاجة وطع فجايز ممكن تبقاش عايزة بس أنا ده شعوري نفسه بمنعني إنه طول عمري إنه أنا بقى فيه علاقة بالشكل ده طول عمري بتتعرض لغاية دلوقتي لموقف كده أكيد وضع منطقه الطبيعي ويبعدين يقول لك فلأ أنا ما قادرتش بس أنا بقى أقدر وبعدين أنت عرف استطيعنا دين شوية مش يعني أنا حسين فهمي بس هو منطق الأمور كده لما بلاقوا إن الدنيا يقول لك طب أنا بقى أقدر وأنا بقى أقدرت حس إن الدنيا شغل أنا بحياتي شغل سمع يا داليا حطي له كاميرا في المجد تحط يا ريت وكل يوم أطلو يا ريت لا والله إيه أوسكة فيها إن أنا راجل اللطيف يا الحمد لله قال العدل ليهم بصمة بصمة صوت يعني مميزة وخاصة جدا وراثية صحيح ورستوها من من والد ماندو مخدش بصمة الصوت دي ممكن أحمد خدها شوية شوية أحمد وماندو شوية برضو بس أنا أصلا حتى إحنا كلنا أنا وسامي وعرب لبعض في الصوت ورمزي ومحمد ومتعة وكله بس أنا الصوت الأجشة خدتوه من ميزة أعرفش صوت سامي يبقى بصمة وقرسها من سامي جايز 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 توصي أحمد وماندو بإيه وتوصي بناتك فريدة وزينة بإيه أنا وصيت فقماندو وأحمد على أخواتهم البنات يعملوا لهم إيه وليه وإزاي وصيتهم يعملوا ل البنات يقدوا لهم منهم ويعملوا لهم كذا وكملوا لهم تعلموا وزينتوا تعلمتوا وطلعوا لهم وداية يعني قلت الكلام بعد الشر دي وصيت دنو وأجل طب البنات صغيرين بس هيكبروا والحوار ده متسجل وحيشوفون شاء الله وهم قاعدين معاك حتوصيهم بإيه وحزنوا تراجوا علي حوصيهم يعني يطلعوا بنات محترمات وأتمنى أنهم يطلعوا كده وأعتقد أنهم برضو صار ما يطلعون كده ويبقوا ناس فعالين في المجتمع ويبقوا يعني لهم قيمة مش أنهم أولاد جمال العدل ولا وزالة العدل ولا أولاد حاجة أم نفسهم يبقى عندهم قيامهم اللي تربينا عليها تبقى عندهم وهي تبقى قيمة في حد ذات ربنا يفرحك بيهم ربنا أخليك يا عبد صرفت كام على دعم نادي الزمالك عمري ما صرفتها حاجة مسلسل مونة نجح قوي مسلسل نلي مقويس نجح بس من الشتاجها اللي أنا عايز يعني صعبة تدي ثقتك لحاجة الحقي تقالي أنها الست دي اتولدت عشان دي بجوال مصر هو واحد الغروب رغم أنه خالد النبوي تنازل عن جزء كبير من أجره علشان يعمل العمل ده لأنه كان عمل مهم لو محمد رمضان ما كان وكنت حطيت اسمه أول اسم لا مين اللعب اللي نفسك تشتريه لنا دي الزمال رمضان صباح أنت ما بتبدي نيش فرصة تكلم فضال طب أنا أعمل إيه فضال أتكلم بيني وبالنفس أكلم آه يلا أنا أحرد لك هنا ماشي بل ما نبصش لبعض نعم أي زي موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة